صرح معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه دخل إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الفحوصات الطبية الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر لسمو حفظه الله ورعاه مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة إلى موعد يحدد لاحقا مبتهلين إلى الباري عز وجل أن يديم على سموه مفور الصحة وتمام العافية